أحداث اليوم مؤلمة القنابل تسقط على أطفال ومدنيين ونساء هذا يحدث في عام 2022 الرئيس بوتين اختار أن يعيد العالم إلى الأزمنة الغابرة أقول اليوم أن الاتحاد الأوروبي يقف متحداً ومجمعاً في إدانة الفضائع أو الهجمات الفضيعة ونحمل الكريملين المسؤولية وحزمة العقوبات التي تفق عليها الاتحاد الأوروبي تظهر هذا الموقف الصارم وهي تقوم على خمس أعمدة القطاع المالي القطاع الطاقة الصادرات وحضر الصادرات وقطاع الهجرة والتأشيرات سأوضح بعض النقاط فيما يتعلق بالعقوبات المالية فإنها تقطع وصول روسيا إلى الأسواق المالية ونحن استهدفنا 27% من القطاع أو الأسواق الروسية وهذا سيزيد من التضخم في روسيا وفي الصناعة الروسية ونحن أيضاً نستهدف النخبة الروسية ونستهدف قطاعهم أو نشاطهم المالي في أوروبا وفيما يتعلق بالقطاع الطاقة فهو هام بالنسبة لروسيا وسنجعل من المستحيل لروسيا ولمعامل تكرير ومداخل النفط أن تستفيد في هذا الوضع كما نستهدف قطاع تجهيزات الطيران لروسيا وثلاثة أرباع نشاط أيرفلوت الروسي تتموقع في أوروبا وسنحود أيضاً من القطاع التكنولوجيا واستفادة روسيا من ذلك في المستقبل خاصة فيما يتعلق بقطاع شبه الموصلات وأخيراً فيما يتعلق في الفيزا أو التأشيرات فإن العدد كبير من النخبة لن يكون لها سهولة في الوصول إلى التأشيرات الأوروبية والعقوبات الآن تمددت والتحقت بقائمة العقوبات الدول التي فرضت عقوبات على روسيا كوريا واليابان وأستراليا ودول أخرى نحن أكثر من أي وقت مضى متحدون وعازمون وأخلص الآن إلى القول أننا أمام بداية عهد جديد وعلينا أن نحلل بشكل واضح بوتين حاول السيطرة على دولة صديقة أوروبية ولكنه سيفشل